أحمد لو تفصل لنا أكثر بشأن رد الفعل الإسرائيلي خاصة وأنه من اللافت علاقات جيدة تجمع كل من بين إسرائيل وأستراليا أستراليا دائما تصوت لصالح إسرائيل في الجمعية العامة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن أينما كان هناك تصويت لصالح إسرائيل أستراليا مرقفها واضح وهذا مرتبط طبعا بعمق العلاقات وأيضا كيف تدار الأمور السياسية في داخل أستراليا في عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس فإن أستراليا أنذاك قالت بأنها سوف أيضا تعترف بالقدس الغربية بأنها عاصمة الدولة العبرية وأنه عندما يهتحين الفرصة يمكن أن يتم نقل السفارة أنذاك كان الذي يحكم أستراليا عمليا هو حزب إلى حد ما يميني حزب موريسن الذي عمليا أعلن بأنه سوف ينقل السفارة ولكن مع مرور الوقت فأن هذه الحكومة قد تغيرت وصلت حكومة يسار الوسط وعمليا بيني وونغ وهي وزيرة الخارجية الأسترالية التي تحدثت بكل وضوح حول تغيير هذه السياسة والتأكيد على حل الدولتين وأن هناك العديد من القضايا الداخلية التي تم اتخاذ قرار نقل السفارة أنذاك أي في عام 2018 كانت تقصد بذلك كما قالت بأن هناك العديد من الجاليات اليهودية في إحدى المقاطعات وكان حزب موريسن يريد أن يكسب هذه الجالية لذلك قام بالإعلان نهيك عن العلاقة الأندونسية مع أستراليا التي تضررت نتيجة عدم توقيع اتفاق تجاري في نهاية المطاف تم الإعلان من قبل وزارة الخارجية الأسترالية على إبقاء الحال على الموقف التاريخي لأستراليا وهو التمسك بحل الدولتين مع التأكيد على العلاقة الأسترالية الإسرائيلية المتينة وزير أو رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد خرج غاضبا بتصريح قال فيه بأن هذا القرار متسرع هذا القرار لا يمحي الحق التاريخي لإسرائيل بعاصمتها الأبدية وأنه يجب أن يكون هناك مراجعة لهذه المسألة أما وزارة الخارجية الإسرائيلية ففهبت إلى استدعاء السفير الأسترالي في طالق أبيب طبعا هو موجود وذلك لإضاحي واستضاحي ما الذي جرى ولماذا كان هذا التغيير الذي قرئ في إسرائيل بأنه كان تغييرا تدريجيا ولم يكن تغييرا مفاجئا أو معلنا عنه منذ قبل بمعنى بأن هذا التغيير بدأ بتغيير بعض الكلمات في موقع وزارة الخارجية الأسترالية ثم كان هناك المؤتمر الصحفي ولم يتم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأن هناك تغيير بهذا الموقف رغم أن الجانب الإسرائيلي يرى بأن أستراليا كانت ولا تزال وستبقى دولة تؤيد إسرائيل في المحافل الدولية ولكن إسرائيل فقدت الزخم الذي كان موجودا إبان الرئيس ترامب ليس أستراليا فقط التي تراجعت هناك عدد أيضا من الدول تحديدا من أمريكا الوسطى التي كانت في إطار أن يكون هناك نقل للسفرات كان هناك دول من شرق أوروبا على سبيل المثال التي قد أعلنت بأنها سوف تحذو حذو الرئيس ترامب نتحدث عن رومانيا، أليتشيك، أليتوانيا، غيرها من هذه الدول التي عمليا معظم هذه الدول تراجعت عن نقل سفراتها والاعتراف بالقدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي لربما بلأن الموقف الأمريكي نفسه تغير مع إدارة ترامب التي ما تزال تؤكد لغاية الآن علنا بأنها مع حل الدولتين